موسيقى من الميادين السلام عليكم ماذا هي النشرة الرياضية المفصلة مخططات البرتغالي جوزي مورينيو للفوز بدور أبطال أوروبا تتجاوز العمل على فريقه سباشل وان يريد إزاحة غريمه اللدود برشلون قبل مواجهة قد تكون محتملة بينهما صحيفة لكيبا الفرنسية قالت إن مورينيو نصب نفسه جاسوسا لباريس سان جرمال فرنسي فزود مسؤوليه بشريط فيديو يتضمن نقاط الضعف في النادي الكتالوني لكيب لمحة لأن الفيديو يحتوي على مبارتين كلاسيكو فاز فيهما الريال ومن أسباب التعاون بحسب الصحيفة الفرنسية علاقة الصداقة بين مورينيو الإيطالي وكارلو أنشيلوتي أو مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدارب النادي الباريسي والمدير الرياضي ليوناردو والقطري ناصر الخليفي الرئيس النادي وسيتواجه باريس سان جرمال وبرشرون في ربع نهائي دور أبطال أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين لم يكن حارس ريال مدريد إيكر كازيس يتصور في يوم من الأيام أن ينفسه أحد على حب جماهير الميرنجلة لكن الوافد الجديد دياغو لوباز حجز مكانه في قلوب عشاق الملكي فبعد تعافي القديس ومعاودته التمرين ظهر انقسام شديد بين جماهير الريال بشأن اختيار حارس مرماهم المفضل أمام ريال ساراغوزا يوم السبت المقبل في الليجة كازيس تفوق على لوباز بفرق ضئيل جدا أيده عشرة ألاف شخص من جماهير صحيفة ماركا ما يعادل خمسين فاصل ستة في المائة من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي وبحسب الصحيفة سيدفع المدرب مورينيو بلوباز أمام ساراغوزا وكذلك أمام جالة سراي في دور أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ومن حارس الريال إلى نظيره في برشلونة فيكتور فالديز مطلوب في نادي أنجي مخشكالا الروسي تقارير صحفي عدى كشفت أن النادي الروسي قدم عرضا كبيرا لشراء حارس لبلوغرانا مقابل عشرة ملايين يورو كما أن النادي وعد ابن الحدية والثلاثين بأن يكون الحارس الأعلى راتبا في العالم في حال وفق على الصفقة التعاقد مع لعبين من البرشة ليس جديدا على أنجي مخشكالا فالنادي الذي يملكه رئيس جمهورية داغستان ماجوميدوف ضم سابقا الكاميروني سامول إيتو وجعله اللاعب الأعلى راتبا في العالم وإلى دوري البرازيلي موجي ميريم يقلب تخلفه مرتين مما مضيف سانتوس لتعادل في الأسبوع الخامس عشر سيسير افتتح التسجيل لصاحب الأرض مما قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول رد ميريم جاء مطلع الشوط الثاني بهدف لهانريك فيفا أعدى تقدم لسانتوي في الدقيقة التاسعة وستين لأن ونينيو أبا إلا أن يمنح فريقه نقطة ثمينة بتسجيله يدف التعادل قبل عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي سانتوس رفع رصيده إلى تسعين وعشرين نقطة وبقي الفارق بينه وبين موجي ميريم الرابع نقطتين ألعاب النجم ببرازيلي الشهير روماريو ستعود إلى ما يدين ملاعب السلسة وهذه المرة بوسطة نجله البكر رومارينيو وأول الغيث هدف على طريقة والده يقول المثل هذا الشبل من ذاك الأسد شبل الأسد روماريو سجل هدفه الأول منذ أن بدأ حياته الاحترافية هدف رومارينيو جاء في مباراته السادسة مع فريق برازيلينز وهو فريق صغير في العاصمة برازيليا وقد سعد الفريق على الانتصار بثلاثة أهداف من دون مقابل على بوتافوغو في بطولة دور الولاية رومارينيو ولد في برشلونة عندما كان والده لاعبا في فريقهما انضم إلى فريق برازيلينز بعدما فشلت محاولات مضنية من روماريو لاب لضمه إلى فريق فاسكو ديجاما أضلع المربع الذهبي في دورة سوني الأمريكية للتنس تكتمل بتأهل بريطاني أندي موراي والفرنسي ريشار جاسكي موراي احتج إلى ساعة واحدة وثلاث واربعين الضقيقة للفوز على الكروتي مارين سالتش بمجموعتين من دون مقابل بواقع ستة أربعة وستة ثلاثة حامل ذهبية أوليمكياد لندن حقق فوزه التاسع في عشر مواجهات جمعته مع سالتش موراي سيلعب في نصف النهائي مع ريشار جاسكي اللعب الفرنسي احتج إلى ساعة وضقيقة واحدة ليحسم مباراته مع تشيكي طوماس بيردتش بمجموعتين من دون مقابل وبنتيجة واحد سترة وفي دور الكرة السلطة الامريكي للمحترفين الان بي اي خسارة مفاجئة للاس انجلس ليكرز أمام مضيفه ملوكي باكس قد تكلفه الخروج المبكر من البطولة الأداء الجماعي لأصحاب الأرض كان العاملة الأساسية للفوز تخطى لعبوها الخمسة الأساسيون حاجز الخمسة عشرة نقطة لاري ساندرز كان الأفضل بتسجيله 21 نقطة والتقاطه 13 متابعة ملوكي رفع رصيدة انتصاراته إلى 35 معززا موقعه في المركز الثامن في القسم الشرقي المؤهل إلى البلاي اوفس في المقابل ذهبت نقاط كوبي براينت الثلاثون أدراج الرياح تلقى فريقه الهزيمة السادسة والثلاثين وبات مهددا بغفقدان مركزه الثامن في القسم الغربي لمصلحة يوتا جاز الذي يبتعد عنه بفارق فوز واحد ومنيت أمال دالس ميفريكس في المنافسة على مركز مؤهل إلى البلاي اوفس بانتكاسة كبيرة بزقوطه المدوي أمام انديانا بيسرز رصيد دالس تجمد عند 35 أو 35 انتصارا مقابل 37 هزيمة وهو يحتل المركز العشر في القسم الغربي بفارق انتصارين عن لوس أنجلس ليكرز صاحب المركز الثامن المؤهل إلى الأدوار الإقصائية أما انديانا المتأهل إلى البلاي اوفس فقد عزز موقعه في وصافة القسم الشرقي مع 46 انتصارا العداء الجاميكي يوساين بولت يتنبأ بوصول قطبي إسبانيا إلى نهائي دور الأبطال ويدافع عن استعدادات لبرازيل لأولمبيادي 2016 أسرع رجل في العالم تطرق إلى أقفال ملعب جواو هافيلانج بسبب أخطاء هيكلية في صقفه رأى أن ثلاث سنوات وقت كاف للبرازيل لحل المشكلة الجاميكي الملعب بمانشستر ينايتد الإنجليزي عبر عن حزنه لخروج النادي الإنجليزي من دور أبطال أوروبا بولت الموجود في البرازيل للمشاركة في السباق التحدي يبدأ أو أثنى على اللاعب نيمار نجم سانتوس وأكد أنه لو قدر له لعب كرة القدم لأراد مزاملة اللاعب البرازيلي كذلك أشهد بولت بمواطنه وزميله يوهان بليك إنه السباق الأول لي هنا يجب أن يكون جيدا يوهان بليك عداء عظيم نتمرن ومعه كل يوم وهو يتمرن بطريقة جيدة جدا لا أستطيع أن أتوقع من سيكون خليفتي لكن هناك أسباب تدفعني إلى القول أن بليك سيكون عداء عظيما في المستقبل وهو أظهر ذلك في السنوات السابقة أعتقد أن نهاء دوري الأبطال سيكون بين ريال مدريد وبرسلونة لذلك ستكون المباراة حماسية أنا حزين لخروج فريقي من المصابق وأريد القول أننا خدعنا لكل عشاق نادي ريال مدريد خصوصا وكرة القدم أموما نشير إلى أن الميادين ستعرض الليلة وثائقيا خاصا عن فريق العاصمة الإسبانية الوثائقية تضمنوا لحظات لا تنسى طبع التاريخ الملكي عن طريق الربط بين الماضي والحاضر لأنه أعظم أندية العالم قصدت الميادين العاصمة مدريد بهدف إعداد وثائقي عن فريقها الأول الريال بأقل من نصف ساعة تم تلخيص تاريخ النادي الملكي منذ تأسيسه حتى يومنا هذا مايك شالهوب أمام الكاميرا وحسين نصار من خلفها عملا جاهدين بهدف الحصول على معلومات ومشاهد تاريخية تروي قصة بناء أفضل نادي في القرن العشرين هذه النية أتت بعدما لاحظنا بشكل قريب بأن الجمهور العربي والمشاهد كرة القدم بشكل خاص يهوى ويعشق الريال مدريد لذا ارتأت الميادين أن نكون متواجدين في العاصمة الإسبانية وأخذنا أهم المشاهد داخل المتحف الخاص بالنادي كما صورنا في المدينة الرياضية لفالدي بيباس الحصة التدريبية لريال مدريد مع كافة النجوم والمدرب جوزي مورينيو كل هذه المشاهد اختصرناها بأقل من نصف ساعة على أن تبث على الهواء كمادة الدسمة للجمهور العربي من ملعب سانتياجو برنابيو إلى المطحف الخاص بالملكي جال فريق عمل الميادين وتنقل بين الكاستيانا وفالدي بيباس الحلقة لن تحكي تاريخ النادي فقط بل تتمحور حول وضعه الحالي أيضا وعلى لسان الإعلاميين الإسبان الجولة الإسبانية ستنقل المشاهد إلى عالم كرة القدم عن قرب وتصور الكواليس كما تنقل رأي الشارع المدريدي حول فريقه المفضل وصائقي ريال مدريد سيعرض الليلة الساعة الحدية عشرة ونصف بتوقيت القدس الشريف ويعاد بثه السبت الساعة الرابعة بعض الظهر نختم نشرتنا الرياضية مع مشاهد من الدور الأمريكي للعبة الهوكي على الجليد حيث تحولت المباراة إلى حلبة ملاكمة بين لاعب تورونتو فريزرز مكلارين ومنافسة من كارولينا كيفين ويستغارث للمزيد من أخبار الرياضة لمزيد من المعلومات زروا موقعنا على الإنترنت الميادين دوت نت وننتظر مقترحاتكم عبر بريد القسم الرياضي كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة القسم الرياضي على الفيسبوك مهدين سبورتس السلام عليكم